رياح الحرب التجارية المحتملة بين أمريكا وأكبر الاقتصادات الأخرى تهب على سوق الأغذية العالمي منظمة الأغذية والزراعة الفاو أعلنت عن أداء أضعف في أسواق الغذاء والزراعة ما أدى إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية لشهر يونيو بـ 1.3% مرجعة ذلك إلى التوتر المتصاعد في التجارة العالمية الفاو تتوقع أيضا انخفاض إنتاج الحبوب العالمي هذا العام إلى أكثر من مليارين ونصف المليار طن انخفاض بـ 2.4% عن مستوى الانتاج القياسي للعام الماضي مؤسسة نظام معلومات السوق الزراعية حدرت من أن حربا تجارية عالمية ستحظى بتأثير كبير على تحرك السلع الغذائي حول العالم إذ من المتوقع أن ترفع أسعار النقل والتخزين ما قد يدفع بعض الدول التي تستورد الحبوب عادة إلى إنتاجها محليا أرفض الجنابي العربية